تلفزيون اليوم السابع ونشرت حصات جديدة نستعرض فيها أبرز ما جاء من أخبار طوال اليوم ونبدأها بالعنوين رئيس السيسي يفتتح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق الأسعار الجديدة لخطوط المترو تبدأ من 5 جنيهات إلى 12 جنيها والتطبيق غدا مصر تؤكد أهمية التفاوض من أجل إبرام اتفاق ينظم عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة اليوم الأهلي في مواجهة مع أصوان ضمن منافسات الدور الممتاز وإلى التفاصيل ونتابع في التفاصيل افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى هارون عدلي منصور كما قام بوضع حجر الأساس لمشروع أول قطار كهربائي في مصر والمحطة التبادلية المركزية عدلي منصور والتي تعتبر نموذجا لنقل متعدد الوسائط وتعد المحطة إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية حيث تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا وتربط ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن أي تنمية أو توسع في مناطق جديدة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال مشروعات للنقل والطرق التي تساعد الناس على الانتقال للمناطق الجديدة وتمثل حافزا لهم وأضف مدبولي خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمتر الأنفاق أن الهدف كان تجاوز الوضع الذي كانت عليه مصر قبل 2014 والذي كانت تعاني في من الخلل في الخارطة العمرانية مشيرا إلى أنه عندما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ببدء تنفيذ المخطط القومي للتنمية العمرانية الذي يستهدف مضاعفة الرقعة العمرانية الكبيرة لمصر والتواصل إلى خارطة متكاملة بحلول العام الفين اتنين وخمسين عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعا اليوم لمتابعة جهود تنمية شمال ووسطى صيناء تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وكان ذلك بحضور عدد من الوزراء وكلف الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع بسرعة تنفيذ مشروع تنمية شمال ووسطى صيناء مؤكدا على ضرورة التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير الطاقة الكهربائية المطلوبة لتلبية كافة الاحتياجات اللازمة للمشروعات الزراعية والسكنية والتنموية بوجه عام التي سيتم قامتها في المنطقة مشيرا أيضا إلى أن هناك نماذج معمرية سكنية جاهزة سيتم البدء في تنفيذها على الفور أصدرت شركة المترو تعليمات إلى كافة إدارتها بمحطات الخطوط الثلاثة لتطبيق الزيادة الجديدة في أسعار التذاكر ابتداء من صباح الاثنين مع قيام أول قطار وشملت الأسعار بالنسبة للمنطقة الواحدة تسع محطات خمسة جنيهات للخط الأول والثاني وسبعة جنيهات للخط الثالث وبالنسبة للمنطقتين ستة عشرة محطة سبع جنيهات للخط الأول والثاني وعشرة جنيهات للخط الثالث وبالنسبة لثلاثة مناطق أكثر من ستة عشرة أو ستة عشرة محطة عشرة جنيهات للخط الأول والثاني واثنتين عشرة جنيه للخط الثالث ونتابع أيضا أكدت مصر خلال الاجتماع الذي دعت إليه جنوب إفريقيا على أهمية التفاوض من أجل إبرامي اتفاق ملزم قانونا ينظم عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة لما يحفظ حقوق الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان ويؤمن أيضا مصالحها المائية ويحد من أضرار هذا السد وأثاره على دولتي المصاب مصر والسودان جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية عقب مشاركة وزير الخارجية سامح شكري ووزير الموارد المائية والرأي الدكتور محمد عبد العاطي في اجتماع دعت إليه جنوب إفريقيا بصفتها رئيس الاتحاد الإفريقي على أن تستانف المفاوضات اعتبارا من بعد غد الثلاثاء عربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأحد عن بالغ إدانتها للهجمات المتكررة التي تنفذها ميليشيات الحوثي لاستهداف أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة وآخرها تلك التي استهدفت المنطقة الجنوبية بالمملكة مساء الأحد والتي تم استعراضها جميعها من قبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن وأكدت مصر في البيان على تضامنها ووقوفها مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الاعتداءات الغاشمة وشددت مصر على دعمها للمملكة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحماية أمنها القومية أكد الدكتور محمد معيد وزير المالية أن ما حدث في مرفأ بيروت في لبنان جعل الحكومة تراجع كميات من المواد الخطرة الموجودة بالموانئ المصرية مضيفا إلى أن هناك مواد تم تسليمها لعدد من الوزرات بالفعل وقال أنه في ديسمبر المقبل سيكون تم تنظيف الموانئ المصرية بالكامل من كل الراكد والمهمل والمواد الخطرة وأوضح وزير المالية خلال الجلسة العامة بالبرلمان اليوم أن ذلك جاء بناء على تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي وأنه تم التخلص بالفعل من كميات ضخمة من الرواكد خاصة من المواد الممنوعة دخولها مثل الأسلحة والألعاب النارية وعربيا أكد الجيش الليبي أن تركيا ترسل قيادات التنظيمات الإرهابية إلى ليبيا موضحا أن ضباطا أتراك يديرون العمليات التي ينفذونها المرتزقة وأضف الجيش الليبي أن ضباطا أتراكي يجتمعون بقيادات من داعش لتنصيق العمليات موضحا أن ثلاثة ألاف مرتزقة يضمون قيادات من داعش وصلوا من سوريا عبر تركيا ونتابع في الأخبار العالمية دعا الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة التعبئة إلى جانب مئات الألاف من مواطني بيلاروسيا الذين يتظاهرون سلميا من أجل احترام حقوقهم وحرياتهم وسيادتهم يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه بيلاروسيا احتجاجات منذ أسبوع حيث يتهم المحتجون رئيس بيلاروسيا بتزوير انتخابات الرئاسة التي جرت الأحد الماضي وهو ما ينفي رئيس بيلاروسيا الذي رفض أيضا دعوات لإجراء انتخابات رئاسية جديدة ورياضيا يلتقي فريق النادي الأهلي في التاسعة مساء الاثنين مع فريق أسوان ضمن منافسات الدور الممتاز لكرة القدم وفي نفس التوقيت يلتقي أيضا فريق انتر ميلان الإيطالي ضمن فريق شختار الأوكراني في قبل نهاء الدور الأوروبي وكعادتنا نختتم معكم الحصاد بأخبار التقس حيث تتوقع حيئة الأرصاد الجوية أن يكون تقس الاثنين حار رطب على القاهرة والوجه البحري فيما تشهد السواحل الشمالية تقسا معتدلا مائلا للحرارة وتصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري إلى 82% أما ليلا فيسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري ولطيف على السواحل الشمالية وبالنسبة لدرجات الحرارة القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة أما الإسكندرية فالعظمى 32 والصغرى 26 درجة وإلى هنا انتهت نشرة الحصاد شكرا لطيب المتابعة عبدتها هدى أبو بكر وتامر إمام وقدمها لحضراتيكم هشام عبدالتواب وحول محمد شكرا لكم على طيب المتابعة إلى اللقاء إلى اللقاء